احنا عندنا حاجة كده ساعات بتتعامل بشراسة وساعات بتتعامل بخفة لكن هي موجودة طول الوقت طول الوقت لما تيجي اجي حل المشكلة من المشكلات الزوجية اللي بتجيلي في الارشاد الزواجي الاقي ان الخصلة دي والصفة دي عند الازواج حاضرة مش غائبة يا ترى ايه هي دي المقارنة في الحياة الزوجية يا سادة المقارنات في الحياة الزوجية هي الفتيل اللي ممكن ينفجر ويشعل البيت في اي لحظة من اللحظات وبدون ادنى استعداد وبدون ادنى انذار فالمقارنات ممكن تكون قاسم مشترك بما بين كل الحالات اللي بتجينا في مركز الاستشارات الزوجية لما حد يحب يوصل رسالة بيوصلها بطرق ممتعددة من اسوأ الطرق اللي ممكن توصل فيها الرسالة اللي انت عايز توصلها هي ايه؟ هي المقارنة لان المقارنة هي ان شخص يقارن شريك حياته بغيره في بعض الخصائص او بعض التصرفات او بعض الصفات وبعد ما تمر فترة بعد ما تمر فترة الخطوبة مثلا ويتجوزوا يحس بسبب مقارنة تخيل يحس بسبب مقارنة ان هو ايه؟ اتخدع فيبيعمل ايه؟ فيبتدي يقارن ما بين شريك حياته وما بين حتى تاني او ممكن يكون السبب ان فيه ملل حصل في الحياة الزوجية وهو عايز يحرك الماء الركضة ويحرك شريك الحياة فيعمل ايه؟ فيمارس المقارنة المقارنة من اشد الاشياء اللي بتخلي شريك الحياة حاسس بالتكسير والوجع والقلم والتهديد وبيحس انه شخص مش مرغوب فيه او شخص ناقص الستة تحس ان هي ناقصة القنوسة او ناقصة الزوجية والزوج يحس ان هو ناقص الرجولة او يحس ان هم في المكان الغلط لان الشخص اللي بيقارنوا بيه بيكون مش عارف تأثير المقارنة دي عيعمل فيه ايه؟ وخاصة اذا قارنوا بشكل له علاقة بالتربية بتاعته وممكن ان يكون من احد الطرق السلبية جدا في التربية هي التربية بالمقارنة يعني مثلا يقول له تجد بعض الامات تقول لابنها ايه؟ شوف اخوك بيعمل ايه؟ شوف ابن خالتك شوف ابن عمتك او شوف اختك عامل ايه؟ انت ليه ما طلعتش هادية زي اختك؟ والتربية بالمقارنة دي بسميها التشويه بالاخرين ان حد يربي حد بالمقارنة ويا سلام لو اجتمعت المقارنة بقى الزوجية في زوج متجوز مراته عشان يربيها فيربيها بالمقارنة او زوجة اتجوزت جوزها عشان تغيره والاتنين دولا مقصدين سيئين في مسألة الزواج لانه بيخالف الرضا الزواجي اللي بيفتح لنا باب التوافق الزواجي انتو عارفين؟ او اكتر حاجة تفتح باب التوافق الزواجي هو ايه؟ الرضا الزواجي اللي حدت النبي تكلم عنه اللي قاله ايه حدت النبي لا يفرقوا مؤمنة اذا كره منها خلقا راضية منها الآخر اه يبقى احنا بنبني في الزواج على الرضا مش على المقارنة فييجي اب مثلا شوف بقى في التربية عامل ايه؟ ونفس الكلام ده ممكن يعمله الزوج اللي هو عايز ياخد دوره الاب او الزوج اللي عايز تاخد دوره الام فييجي الاب بقى مثلا يجلد ابنه او ام تجلد من ده بس يجلدوهم بالايه؟ بالاخرين انت مش شايفة بنت خلتك انت مش شايفة بنت عمتك انت فلو تربت او تربى على هذه الفوبيا من المقارنة وجي زوجها عمل معاها نفس الكلام ده هتدفعه كل الفواتير فواتير مقارنة ابوها فواتير مقارنة امها فبيدفع الزوج كل الفواتير فتبقى المقارنة بالنسبة لها اكتر حاجة بتلهب قلبه واكتر حاجة بتخليها مش حاسة ان هي امرأة او اكتر حاجة بتخليه مش حاسس ان هو عنده ثقة بنفسه او عنده توجيد للذات فيحس ان المسألة ضعت منه اشتركوا في القناة